أن هناك مبدئيات إذا صح التعبير أو أساسيات يجب على الشخص أن يسير عليها لكي يكون هذه الأسرة مكونات الأسرة يعني كيفية تكوين الأسرة وهذا أصعب ما يمكن أن يكون الآن في واقع الناس اليوم إذ أن تجد نسبة كبيرة للأسف من الشباب وكذلك الفتيات عازفين عن الزواج لماذا؟ لأن المشكلة عند الاختيار هذا يمكن يكون أصعب قرار عند بعض الشباب اختيار الشريك المناسب اختيار الزواج أو الزواج فالإسلام حل لنا هذه القضية ويا ليتنا نعمل بما جاء في الإسلام يعني الإسلام حينما حرضنا وأمرنا قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هذا للرجل أما المرأة تنقح المرأة لأربع والحديث معروف جمالها وحسبها ونسبها وجاهها ودينها فاسفر بذات الدين تاربت يداك طيب هذه أساسيات الاختيار تمام؟ وجعل لولي المرأة كذلك لما سبق له من المعرفة لكن مكونات الأسرة كما ذكرنا الأب، الأم، الأبناء، إخوة وأخوات وهكذا ومن ثم نجد أن الإسلام أولى رعاية شاملة كاملة لكل فرض من مكونات الأسرة فلو قلنا الوالدين مثلا الأب والأم، كم مرة ذكروا بالروء الوالدين في القرآن الكريم؟ حوالي سبع مرات وصينا الإنسان بوالديه سلاس مرات حسنة وإحسانة وبالوالدين إحسانة ذكرت أربع مرات يعني حوالي سبع مرات هذه وصاية الإسلام بالوالدين طيب الوالدين، الأب والأم، يقول لك طيب الأب النبي عليه الصلاة والسلام، الأب وأحد أوسط أبوها بالجنة فإن شئت فضيع هذا الباب أو احفظه الأم حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتك على أمك أمك ثم منز أمك ثم أبك هذا الأب وهذا الأم، طيب تيجع على الأخ اللي هو الإب أو الأخ الأخ ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عنه؟ سيدنا موسى قال واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمتي يوم ربنا قال سنشد عاضدك بأخي ونجعل لكم سلطانا فالأخ مؤازرة الأخت كذلك ومن سمى إذا يعني القرآن الكريم كرم المرأة سواء كانت أما أو أختا أو بنتا في مراحل الحياة المختلفة بل إن الإسلام لما جاء كانك المرأة ليس لها الحق في الحياة إطلاق عندنا وقد البنات موجود في الجاهلية كانت متاع الآن الحمد لله يعني جاء الإسلام ليحرر ويعطي كل ذي حق حقه ومن سمى أرجع إلى ما بدأت به هذه النقطة وهو الاختيار المناسب شوف القرآن لما ذكر يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء نعم وما كانت أمك بأخي بأخي ده هو بيقول يعني لمن أراد أن يتزوج انظر إلى العائلة انظر إلى العم والعمات والخال والخلات هؤلاء سيكونون لأولادك قدوة وستكون لهم الولاية بنسبة القرابة المعروفة التي ستكون نتيجة هذا الزواج فكأن الله سبحانه وتعالى يقول إذا ذهبت إلى بيت فانظر إلى الأب والأم وانظر إلى الأخ وانظر إلى الأخت يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك يبغي هذه الأسرة الاعتيادية التي تتكون من أب وأمها أبناء ذكر وإناش وهناك الأسر التي لها أنماط مختلفة غير الأنماط الاعتيادية التي اعتاد عليها الناس هناك أسرة تكون مكونة من امرأة وطفليها أو أطفال هذه امرأة مطلقة وكذلك رجل مطلق قد يكون مطلق وعنده أبناء قد تكون أرمله قد يكون أرمل ولديه أبناء هذه أسرة بأنماطها المختلفة إلا أننا دائما ما يكون الخطاب حول النمط الاعتيادي الذي هو شبيل أشاشة الاستقرار الأسرة ترجمة نانسي قنقر